مستر أكمل والخير اليوم السبت موضوعنا كالعادة سياسية كل سبت لا تزال الأنظار تتجه نحو أوكرانيا والناس بتشوف في غزو روسي ما في غزو في حرب ما في حرب ولازلت أظن أن هناك غزو روسي للحين جزئي على قليم دونباس بس ولا يمتد أكثر ولا يغطي أوكرانيا كلها الله أعلم لكن لازلت أظن أن هناك خطوة روسية متى أيضا الله أعلم التوتر أظن أنه واصل يمكن حده وروسيا قامت بتمارين نووية وقامت بمناورات لمحاكاة حول تعرضها لهجوم نووي يعني موصلة على الآخر المهم مو هذا بالضبط الموضوع مو هذا بالضبط الموضوع اللي بتكلم عنه اليوم لكن مو بعيد عنه بسبب هذه الظروف تخلى بايدن عن وعده أثناء الانتخابات ومعروفين الرئاسة الأمريكان يتكسبون كثيرا حول بالانتخابات ويطلقون تصريحات انتخابية ومن تصريحات بايدن كان تصريحة بأنه سيجعل السعودية دولة منبوذة اليوم وقبل دقائق اتصل وزير الخارجية الأمريكي بنظيرة السعودي وأطلقوا بيان مشترك حول الحوثيين وحول اعتداءات الحوثيين عن المملكة العربية السعودية وقبلها كانت الولايات المتحدة أرسلت مبعوثين اثنين للمملكة العربية السعودية واحد في موضوع الطاقة والآخر لشؤون الشر الأوسط للطلب من المملكة العربية السعودية بأن توفر أو تكون جاهزة لتوفير بديل في حال أن حصلت الحرب مع روسيا اليوم الحرب ما حصلت والنفط على مشارف 100 دولار فبالك إذا حصلت الحرب يتوقع أن يكون هناك ارتفاع حاد وأكثر ما هذا بايدن أن الوقود سعره مرتفع جداً بلايات المتحدة وحاول بايدن يحرر الاحتياطي الأمريكي وأطلق مدري شم مليون برميل ونزلت النفط يومين ثلاثة أيام ورد مرة ثانية النفط ارتفع مرة ثانية ولما نزل النفط خلال الأيام هذه ما نزل الوقود فبايدن واجه مشكلة محرجة مع شعبه أن الوقود مرتفع بشكل هائل بشكل كبير جداً طبعاً الوقود يأثر على كافة الحركة على الشحن والنقل وكل شيء داخل أمريكا يتأثر بالوقود بالإضافة إلى المواطن العادي الذي يستخدم سيارته ويأثر أيضاً على الصناعة والتجارة بشكل عام وكل شيء فموضوع مهم جداً موضوع الوقود فمحرج بايدن هذا الأمر وهذا الأمر اللي هو الظرف الخارج عن إرادة ولاية المتحدة اللي هو ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى التوتر اللي حاصل بين روسيا وأوكرانيا جعلوا بايدن يتنازل عن وعدة اللي أطلقها قبل سنة بأن يجعل من سعودية دولة مبوذة ويطلب ود المملكة العربية السعودية وخاطب الملك سلمان قبل أسبوعين تصل عليه تلفون وطمنه حول الاتفاق النووي الوشيك هذا راح نتكلم عنه بعد مع إيران ويبدو أن طلب منه أن يكون فيه تواصل بشأن الطاقة وأرسل مبعوثين وهناك أنباء عن أن المملكة العربية السعودية رفضت الطلب الأمريكي وأظن أن وأظن أن بايدن إذا كان يرغب بأن يحصل على ضمانات سعودية بهذا الاتجاه فإن عليه أن يلتقي بالأمير محمد بن سلمان وأظن أن اللقاء يعني بات قريبا جدا وسيتنازل أيضا بايدن عن تصريحاته السابقة بخصوص أنه لا يلتقي إلا نظراءه ومثل ما قالت متحدثة باسم بيت الأبيض أن بايدن رئيس وإذا أراد أن يلتقي فأنه سيلتقي بالملك سلمان فقط اللي هو يعد نظيره لكن أظن أن بايدن سيتنازل عن تصريح هذا الغير الواقعي وسيعرف أن الظروف هي التي تحكم وليس التصريحات العشوائية والعنجهية الظروف اليوم هي أن الولايات المتحدة بحاجة للمملكة العربية السعودية وبحاجة لمساندة سعودية بملف الطاقة والسعودية لديها اليد الطولة والكعب العالي في مسألة الطاقة ولا يمكن أن يتحكم أحد بأسواق الطاقة بقدر ما تستطيع المملكة العربية السعودية وسعودية ضبطت الأمور في السنوات الأخيرة بتحالفها مع روسيا بهذا الملف وأدرك الآن بايدن أن يخضع للواقع ويترك التصريحات الغير الواقعية في خطابه الأخير أو في حديثه الأخير مع الملك سلمان أول مرة يستبعد الحديث عن حقوق الإنسان والأمور اللي كان دندن عليها بالإضافة إلى أنه تعهد في أكثر مناسبة أو وعد بأنه أو هدد بأنه سيحول أو سيعيد تصنيف الحوثيين كحركة إرهابية فهذا كله يصب في صالح السعودية وأدرك أنه علي أن يتعاون عن الملكة العربية السعودية ولا يستطيع أن يتجاهلها إذا كانت الظروف يمكن في فترة فترات رأى أنه لن يحتاج السعودية والنفط السعودي ما يبيه ولا يريد أن يتدخل في حرب اليمن والأمور هذه فالواقع والظروف القاهرة التي لا تستطيع أي دولة في العالم مهما كانت عظمى أن تتحكم فيها هي ظروف هي ظروف عاشها اليوم بايدن وعاشتها الولايات المتحدة وأدركت أنها لا تستطيع أن تغيرها في ظروف قاهرة وظروف إن لم تكن طبيعية خنقول جيوسياسية وما إلا ذلك بعيدة عن تحكم أي دولة هذه الظروف هي اللي تحكم بعض علاقات الدول وهي اللي تحكم مواقف بعض الدول فمثلا إحنا وإيران ما نقدر نغير هذا الشيء هذه جغرافية تحكمنا يعني إحنا بينه وبين إيران خلاص جوار جغرافي فما نقدر يعني مهما فعلنا أن نبعد إيران عنه هو أيضا ما يستطيع أن ينزع الطاقة من هذه المنطقة الحيوية والمهم من منطقة الخليج المتكاتفة والله الحمد في هذا الملف حتى الآن والمتضامنة والتي تقودها المملكة العربية السعودية قيادة بهذا الملف حصيفة وحكيمة وتنم عن خبرة طويلة لم تغيرها التغيرات اللي حصلت في المنطقة المهم أنه في ظروف قاهرة لا يستطيع أحد أن يتحكم فيها وهذه الظروف خضعت لها الآن الولايات المتحدة مما جعلها تغير نظرتها للمملكة العربية السعودية واستغير الكثير من الأمور وأصبحت الآن السعودية هي التي تطلب وهي التي ترفض الطلبات الأمريكية وأظن أن السعودية قد تستجيب في حال التقى الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي وتفاوض معه وجه الوجه أظن أنه سيحصل على شيء أو على نقطة التقاء وسط وأظن أن المملكة العربية السعودية أتتها فرصة سانحة لتتفاوض أو لتفرض طلبات دول الخليج بشأن التفاق النووي الإيراني الوشيك اللي أصبح وشيك جدا ويبدو أنه وصل إلى مراحلة نهائية يمكن من أسبوع إلى شهر يكون الاتفاق انتهى حسب المعطيات الحالية حاليا واصطين لمرحلة نهائية وقاعدت تبعون مسودة نهائية لاتفاق ويبدو أن التفاق باته وشيكا والفرصة مواتية ومناسبة جدا لدول الخليج أن تفرض في اللحظات الأخيرة طلباتها من الولايات المتحدة مدامة الولايات المتحدة ترغب أو تطلب من الخليج أو تريد من الخليج بعض الطلبات المهمة جدا والمصيرية بالنسبة لها أظن أن المملكة العربية السعودية ستستغل هذه الفرصة وتفرض شروطها بهذا الملف بالإضافة إلى ملف الحثيين ثم ستعطي الولايات المتحدة ما تريده في شأن الطاقة بعد التقاء الرئيس بايدن بالأمير محمد مسلمان مباشرة وأظن أن هذا ما سيحدث وفي سياق الحديث نفسه وفي نفس الالتفاة هذه إذا كانت الولايات المتحدة لم تستطع أن تفرض إرادتها على المملكة العربية السعودية فهل ستستطيع أن تفرض إرادتها على روسيا بشأن أوكرانيا؟ أنا قلت من قبل أن كانت الولايات المتحدة فترة طويلة من سقوط الاتحاد السوفيتي حتى يمكن الآن هي القطب الأوحد وأول مرة تحصل في التاريخ السياسي الحديث أن يصبح العالم بقطب واحد حتى يمكن التاريخ القديم كان دائما هناك أقطاب متصارع أول مرة يحصل أن يظل العالم بقطب واحد والقطب هذا يبدو أنه سنتحول إلى مرحلة كعددية قطبية أكثر من قطب فهل أصبحت هذه المرحلة قريبة جدا؟ نرى أن الولايات المتحدة لم يكن على إيران من قبل والآن خضعت أو غيرت إرادتها تجاه مملكة العربية السعودية صنفتها من دولة أو أرادت تصنيفها إلى دولة منبوذة الآن تعتبرها دولة شريكة وهل ستستطيع أو هل ستنكسر أرادتها مرة أخرى مع روسيا فتضعف الوهج الأمريكي وتضعف صورة أمريكية أم أن أمريكا ستسعى إلى أن تعدل هذه الصورة ستدرك أن الأمر سينفلت ويخرج عن طوعها إذا تركت روسيا وتحاول تغيير الأمور إلى مسار آخر وتفرض قوتها لتعيد هيبتها وصورتها كقطب أوحد هذه مرحلة مفصلية مهمة في التاريخ السياسي الحديث لأن مثل ما قلنا قد يحول العالم من وحادية القطبية يعني قطب أوحد بالعالم إلى تعبدية قطبية ما راح تصير ثنائية يمكن الصين راح تكون قطب أيضا تتحكم اقتصاديا السعودية تتحكم في مجال الطاقة روسيا قد تفرض سيطرتها في شرق أوروبا أظن أننا أمام مرحلة مفصلية إما أن تتغير الأمور وإما أن تثبت أمريكا نفسها كقطب أوحد والله أستر من هذه المرحلة المفصلية ترجمة نانسي قنقر